السلام عليكم اليوم سوف نهضر على مهم تسمم الحمل قبل أن نهضروا في هذا الموضوع سوف نهضر لكم على تجربة الخاصة تسمم الحمل في الحمل في 2011 حمل المرة الثانية سوف نتمنى كل شي تزبي خير وعلى خير وعندي أربع شهور في الحمل سوف نشارك معكم جميع الفترات الحمل ما هو الأدوية لكي نحاول ان تفادوا تسمم الحمل بإذن الله وكيف متبعين معي الأطباء ونعود لكم على تجربة المرة الأولى مع تسمم الحمل ولكن سوف نفسر لكم بالنسبة للبنات سوف نفسر لكم ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تابنوا باش يوصلكم جميع الفيديوهات سوف نشارك معكم في طول الفترات الحمل اللي سوف يكون فيها بسافة النصائح سوف يكون فيها جميع متبعين معي الأطباء كيف نشرب كيف نشرب باش يوصلكم جميع باش يوصلكم جميع بالنسبة اتابنوا وديروا الجام وخليوا لكم موضوع اليوم سوف نحضر لكم شوية من كل حاجة لاني سوف نحضر لكم ملود القصة ولكن سوف نعود لكم شوية من كل حاجة ولكن سوف تكون أسئلة خليوها لي ومرة أخرى سوف نتعمق لكم في كل موضوع المهم اليوم سوف نعود لكم بخلصة المهم كما نكتب لكم تابنوا جيم لا تخافوا كل شيء فابور لا تخافوا لا تخلصوا وهذا شيء سوف نشارك معكم كثيرا المهم اليوم سوف نعرفوا ما هو تسمم الحامل بالنسبة للبنات المهم التسمم الحامل المعرد مجرد فقط المره الحاملة اما يجي غير المره الحاملة ومن المهوض لديه موضوع ولكن ورد الويلد مجرد التسمم الحامل الدواء متصل ما هو تسمم الحامل فأنا AMP يجب مره الحامل لاني نعرف تسمم الحامل يكون ورجليها من فخين يكون تنفخ كل شيء في كل شيء تنفخ ولكن لا يوجد نفخ من المرة حاملة تنفخ لها غير ورجليها أو بعض المرة توجها المهم أول حاجة تنفخ ثاني حاجة تكون لديك تنسيون طالعة بزاف من المرة حاملة 14-9 و الحد تنسيون من المرة حاجة تنسيون 14-9 و انا نقول لكم ما قالوا لأطيبة و ثالثة مهمة بثاف لكي يعرف الأطيبة تسمم الحمل من المرة حالة تحليلة يعطيها لك تقرأ قرأة و يقول لك 24 ساعة 24 ساعة تقرأة و بعد ذلك سأعطيها لهم إلى تجدها بروتيين مجهد يعني عندك تسمم الحمل هذا هو اللي كي يكون في غميب اللي عندك تسمم الحمل كما قلت لكم شنو كيسبب لنا هذا المرض اللي هو خطير بثاف يمكن تولدي قبل الوقت وهذا الشيء ولا يترالي في الولادة الولادية يمكن الطفل كيتزاد بوزن قليل ممكن في الحالات الخطيرة يضيع الجنين للأسف الشديد على حساب إمتى مدة جانب الحمل أنا كان جنيد تقريبا في المدة الأخيرة هذا الحمل ولكن كان تسمم خطير بثاف يمكن تمشي فيها الجنين يمكن تمشي فيها الأم لذلك لا تلعبوا مع هذا الموضوع من اللي كنت تعرفي عند تسمم الحمل تبعين جميع النصائح دي الأطيبة شنو قالوا لي بالنسبة للحمل التنذيري كما قلت لكم أنا حملة وعند 4 شهور للمرة ثانية قالوا لي من اللي تكوني بغية تحملي من اللي تحملي تشربي هذا الدوهد اللي هو اسبيجيك نوريسون اسبيجيك ديال الراضيع اللي هو غير 100 ميليليجرام ليس قليلا بزح سوف نرى بالنسبة للمرأة حملة مضروب عليها ونكتب فيه اسبيجيك بلوس غروسس انتردي يعني ما منوع المرأة الحملة ولكن لا تخافوا يجري ديال يعني هو غير ديال الراضيع يعني واحد كمية ليه قليلة كمية ليه ماهو ماهو المنفعة هو يجري الدم يجري الدم يتمشى بشياء بالنسبة للمرأة الحاملة قالوا لي اعطر بواحد في النهار بالنسبة لتوقيت ماهوية أنا كان شربه معه سبعة سيوميا حتى يقولوا لي يا حبسي كمية نشرب فيتامينات هادو غير فيتامينات يمكن لأي مرأة حاملة تجيبهم في الفرماسيان اللي اسميتهم جينوفام يعني فيهم بسافة الفيتامينات اللي هما مهم من المرأة الحاملة خرجهم لي الطبيب ديالي ولكن هم مرأة ماشي ضروري تكون عندك لورقة ديال الطبيب في اللول كنت متبعة مع الجينيكولوج ديالي من اللي وصلت اربع شهور تقيت اللي ولد في المرأة اللي اللي هو النفو 4 بالنسبة للبنات اللي تقني هنا هو كينف 94 في بيس بعيد عني شوية ولكن هادك هو سبتها فشولت المرأة اللولة وهو النفو 4 يعني مجهد خرج لي الحديد لفير كنت شربه واحد مع الـ 12 كنت شربه واحد مع الـ 12 معكس كبير ديال الماء قبل ما تغدي لما يمال البنات هادو ملأة اللي كنت شرب سبيجيك نوريسون لالفيتامينات اللي كنت ناخد في هاد الحمل ديالي اليوم كما قلت لكم مشي تقيت في السبيطر كنت متبعة مع جينيكولوك ديالي اللي كنت اعطني ليكوغرافي بسافة تحالي كنت نديرهم ولكن دا بعملي تقيت اليوم في السبيطر قالوا لي شنو هنجيب معي شنو هنجد تعطوني بعض النصائح اللي هنجد و يعني تقيت شنو هنجيب معي ما هنجد سموم الحمل انا من اللي كنت ولدت المرة الأولى كنت زدت فيها خمسة وعشرين كيلو شي حاجة اللي هي كثيرة وكثيرة وكثيرة قال لي يا طبيب ديالي حاولي مرة الأخرى من اللي تبغيت ولدي من اللي تبغيت تحملي المرة تانية ما تحملي حتى تنقصي دك الوزن كامل اللي زدي وانا حيت دك شي كامل دك خمسة وعشرين كيلو حيتها من اللي ولدت درت رجيم نقصتها ودابة 4 شهور ديال الحمل ويلا 6 فيا كيلو وانا فرحانا بساف لحقاش ممزينش خاطر عليك وخاطر عليك بالنسبة للأكل حاولوا تردوا لبال ما تأكلوا ما تأكلوا المرادة حيدوها في الحمل ممزينش كما قلت لكم تسموم الحمل باش تفادى وخص ما يكونش عندك تنسيون شنو كيدير تنسيون كيديرو الغلط بزاف كيديرو سترس وانا تترس يا بس يعني اي حاجة ستبراك وانا تترس ستبراك حاولت تصحيح راحة راسك حاولت ترد بارش كما قلت لكم الغلد يجب أن تزادي بثاف كما اكتشفوا عندي هذا التسمم الحامل كما اكتشفوا عندي من الطبيب يجب أن يروني وقال يجب أن يكون هذا الوزن كبير بثاف وعلى الفترة هي قليلة يعني تقريبا سديك 25 كيلو وغير في 3 شهور الخرانية الحامل ديالي يعني الغلد ما مزيانش للمرأة الحاملة رضي البال شنو كتاكلي كما قلت لك قالوا لي إلا بقيت تقول دي مرة أخرى شرب أسبيجيك ديال الراضي أنا كنشرب أسبيجيك وبالنسبة للسبيتر فاش تقيد تعطوني جميع رنديفوات ديالي شنو عندي تقريبا رنديفوات تقريبا كل شهر وشوش رنديفوات في الشهر حتى الشهر السبعة إلا كونش دازم زيان عملت في شهر ثمانية ميكا تقيد في السبيتر كيقول لك واش تنو بغيتي واش بغيتي بيتك بوحدة ميكا تطلبي بيتك بوحدة كتخلصي كتزيدي سبعين أورو كل نهار كل الليلة كتزيدي سبعين أورو من الفوق ديال الخلاص وهاد سبعين أورو إلا كنت عندك الميتويل كيرجعوا لك واحد واحد لقد قدر منها كي أعطيك واحد لليست ديال شنو غادي تجيبي معاك من اللي غا تبغيت ولدي قالوا لي باللي خصين انتباع مع السجفة بقد جي عندي للدار من اللي غا تكون عندي ثمانية وعشرين سيمانات الحمل سوف ندوز تحليل توكسو بلاسموس كل مرة في الشهر سوف ندوز توكسو بلاسموس كل مرة في الشهر وتحليل سكار الحمل سوف ندوز بين شهر ربعة و شهر خمسة المهم هذا هو النصائح يعطوني لدي واحد دوسي كبير بالزاف اللي عمرت اليوم هذا هذا التوصيق يعطوه لي كميكا مشكلة تقيدية في السبيطار واللي قد تدي معاك كل مرة كان عندك فيها الرون ديفو اللي مهم اللي بنت انا فسرت لكم كما قلت لكم مغير اختصرت لكم غادي ندخلون في موضوع غادي نعمقوا الموضوع ان شاء الله من اللي غا يكونوا اسئلة ديالكم ومن اللي غا يكون دعم ديالكم نقول لكم الى اللقاء الى الحلقة المقبلة ان شاء الله